سوف أعطيك اليوم طريقة جديدة كيف تبدأ بالتسويق بالعمولة من دور رسمال وسوف أقدم لك كل الأدوات اللازمة حتى تصل لأول مبيع لك بأقل جئد ممكن وبعشد ضايق من وقتك كل يوم أهلا وسأل فيكم فيديو جديد معي أنا مارون يلي بقدم لكم كل الأفكار جديدة حتى تطلعوا مصارية من الإنترنت إذا مهتمين بالمحتوى يلي مقدموا بتمنى تشتركوا بالقناة وخلينا نبدأ بموضوعنا تغريق بعد الإنترو بتار مننا بيعرف مفهوم التسويق بالعمولة ولكل حدا ما عنده فكرة عن الموضوع هي عبارة عن تسويق المنتج أو خدمة لأحد الشركات وكل ما بيع بيتحقق عبرك أنت رح تاخد عمولة متفقة عليها مع الشركة ولهيدي الغاية في كتير مواقع مهمة بتار المنتجات وخدمات هايدي الشركات أبرزة مثل كليك بانك وديجي ستور وديجي فيزو وغيرها كتير مش مهم من وين بتكون جيبوا اليوم المنتج كل هايدي المواقع موصوقة إنما اليوم رح أركز على الاستراتيجية حتى نوصل إنه نحقق مدعات لهيدي المنتجات أول خطوة بدنا نعملها هي بدنا نروح نختار المنتج نروح على أحد هايدي المواقع يلي حكينا عننا مثل كليك بانك ديجي ستور جي فيزو أو أي شي تاني أنتو بتعرفوه أنا اليوم رح أختار كليك بانك ودور على المنتج المنسب رح روح على أفليت ماركت بلايس هون رح يعطيني كل الأنواع يلي أنا قادر دور عليها هون كل الأنواع فيني روح قول أول هون ودور على كل المنتجات في كتير منتجات أنا أبلشت بواحدة مننون خاصة به الهوم أند فتنس وخصوصا به الدايت أند ويتلس هايدي هي المنتجات وهون بيعطيكم قديش أنتو رح تربحوا على كل ما بيها تختاروا المنتج يلي بيناسبكن أنتو يلي تعرفوا أنه قادرين تساوقولو لما تستاروا المنتج يلي بيناسبكن وبتكون تساوقولو بتروحوا بتقولولو لبروموت حتى يصير عندكن رابط خاص فيكن عبروا أنتو قادرين تطلعوا مصاري بتعطوه أي نكنيم خاص فيكن وبتقولولو create hope link صار عندكن link أنتو خاص فيكن مروح بنعمل له copy هيدا كتير مهم مروح بنحطه عنا نحفظه لأنه رح نعوزه بالخطوات اللي جاي رح أحفظه هون صار عندي هيدا المنتج هلأ بعد ما اخترنا المنتج رح نشوف كيف بدنا نصمم موقع مجاني وحتى لو ما عنا خبرة بالتصميم المواقع وكيف بدنا نسوي للمنتج يلي اخترنا بأكتر من طريقة تصميم المواقع اليوم أصبح سهل أكتر بعشر مرات من قبل نظرا للتقنيات المتوفرة وGoogle Sites هو واحد من هودة الأسهل المواقع يلي بيخلينا نعمل موقع إلكتروني بدقائق حتى لو ما عنا أي خبرة منروح هون منقل له Google.com ومنكتبله هون على ندور على Google Sites إذا متسجلين بالGoogle تبعكم دغري رح تقدروا تعملوا Sign In رح تطلع لكم هيدا نتيجي إذا عاملين مواقع بتبين هون إذا بدنا نعمل موقع جديد بنروح على البلانك تحتى نبلش من السفر بيطلع لكم هيدا هي الواجهة تبع الموقع بتروحوا بتعطوها اسم إذا بدكم تعطوها اسم هون خاصة بالمنتج تبعكم أو أي شيء بعبر عن هيدا المنتج فيكن اضيفوه هون إذا ما بتكون إياها بالمرة بتشيلوها وبتتركوا صورة هلأ بنشوف كيف بدنا ننظم الصورة وكيف بدنا نعمل هيدا الموقع سطوة بسطوة أول شي بدي بلش دور على صورة أساسية للموقع وموقع Canva قادر يساعدني بهيدا الموضوع بس رح على موقع Canva المجاني وروح بقل له هون Custom Size بعطيها 1200 بـ 400 وبقل له Create New Design نحن نقينا منتج خاصة بالضعف أو كيتو دايت فأنا بدي روح دور هون على Templates أو Elements خاصة بالكيتو مثلا بقل له هون كيتو دايت رح يعطيني كتير صور خاصة بهذا الموضوع رح روح نقي شيء يكون مجاني خلال نعتبر هيدا وراح نروح زبطها على أساس الصورة أو الإياس يلي أنا عم بشتغلها له هيدا الصورة بتطلع بهيدا الطريقة إذا بدي ضيف علي أي شيء فيه نضيف خلال نقول مثلا هون كيتو دايت مثلا 2023 وابلش ضبط الإياس مع الألوان تكون مثل مثلا بعطيها لون أبيض بعطيها Effect مثلا هون تكون بالأحمر حتى تبين أكتر حتى بولد وتكبرها مثلا يمكن ننزلها شوي لهون اوكي صار عندي مثلا هيدا الصورة الرئيسية تبع الموقع بروح بعمل لها Share لحتى أحملها عندي وبعدها بتصير جاهزة إني روح طلعها فبروح بعمل لها upload صارت الصورة جاهزة هيدا الصورة إذا ما بدي خلفية عليها بروح بكبسل زر بشيلة بتبين بهيدا الطريقة الواضحة صار عندي الشاشة الرئيسية للموقع هلأ المرحلة التانية يلي بدنا نعملها هي إنه بدنا نضيف مقالات على هيدا الموقع متل ما قدتلكم ما أنا بحاجة لولا كود ولا أي شي جوجل سايتس هو بأمن لنا كل هيدا الخاصيات فبدي روح اكتب مقال هون بروح بسحبه لهون إذا بدي هيدا التصميم صورة مع العنوان وشوي من المقال بكل بساطة أنا بلشت صمم أول مقال كمان بدي صورة للمقال نفس العملية بروح على كانفا خليني أعطيه هون 400 ب400 ورح روح أرجع دور على شي مثلا لوز ويت رح أختار هيدا وحتى تصير على الاد كمان نفس الشي إذا بدي اكتب علي شي فيني اكتب إذا اعتمدتها مثل ما هي بس بروح بحملها عندي لحتى أضيفها على المقال اوكي صارت الصورة عندي برجع على الموقع وبقل له upload هيدا هي الصورة هلأ بدي روح جيب مقال أكيد مش أنا رح أكتب المقال رح روح على chat GPT رح أطلب منه شغلتين وهو رح يكتب لي المقال بالتفاصيل كاملة أول شي رح أطلب منه أفضل خمس عنوان خاصة بالكيتو دايت اوكي عطاني الخمسة رح رح أخذ أول عنوان يلي بعتبره أنه هو أول معلق إليك وبروح بحطه هون خلنا نزبط له شكله هيدا العنوان هلأ فينا نكبره للعنوان تيكون شوي مبين أكتر اوكي هيدا هو العنوان كيف بدي أكتب المقال بروح على AIPRM وهون بقل له fully SEO optimized article اوكي بقل لي شو هو الموضوع بروح أنا باخد العنوان يلي أضفته فعلق رح يكتب لي مقالة مقالة بس كل يلي علي قامل وروح أخذ هيدا المقالة وروح أضيفها عندي رح نشو كيف حنضيفها لحتى يبين المقال بشكل كتير مرتب أعطاني العنوان وبلش يكتب لي أنا بهيدا الوقت شو بعمل بروح هون بدي روح أضيف صفحة جديدة يلي هي صفحة المقال بروح بقل له new وكمان صفحة المقال هي العنوان فرح أضيفها العنوان هيدا هي الصفحة اوكي هلأ إذا بدي غير الصورة بغيرها لأنه رح أعطاني نفس اللي أنا عملها على الصفحة الرئيسية بروح من الجديد هون بقل له 1200 ب400 رح رح أدور هون على نوزويت كيتو رح يعطيني صور ما تنزمو حالكم بس بالصور الموجودة بيكافا فيكم تروحوا على بيكسلز بيكسل باي في كتير صور قدرين تستعملوها بس نحنا هلأ لسهولة الموضوع رح نستعمل الصور الموجودة بيكافا فيني استعمل مثلا هيدا نفس الطريقة بحملها عندي لحتى ارجع رح طلعها على الموقع صارت الصورة موجودة عندي اذا بدي اكتب الكتيبة اللي مكتوبة بكتبها اكيد اذا بدي اتركها رح رح ضبطها رح ضبطها بهيدا الشكل اذا بدي غير لونة كمان فيني غير لونة هنكتبها مثلا بالاصفر حتى تكون واضحة اكتر و هلأ بروح بقل له insert text box رح ضيف التكس بوكس خلص يكون خلص هلأ تشات جي بي تي كل الموضوع اوكي فيني ارجع حق العنوان تحت بهيدا الطريقة و ارجع رح ضبطه تكس بوكس تاني و بلش اخد كل الموضوع يلي كتب ليه تشات جي بي نعون بلا الاسئلة اكيد و بروح بضيفون بهيدا الشكل رح رح علمون كلنون و اعطيون اللون الاسود بهيدا الطريقة اذا شفتوه صار عندي اول موضوع رح قل له publish رح سميه مثلا keto diet for 2023 مثلا هيدا هو رح يكون الموقع هيدا اسمه عملت له publish لحتى احفظه هيدا هو المقال وهيدا هو رابط المقال رح نروح ننسخ رابط المقال و نرجع على الصفحة الرئيسية فورد عندنا الصفحة الرئيسية اذا شفتوه صار عندي المقال مع العنوان مثل ما تذكرتو هون انا بكتب له اي شي خاصه بالمقال مثلا انه لقراءة تريد the full article about keto diet و بكتب له هون click هير انه تضغط هون اذا بده يقرأ المقال كامل بحط له ايها bold وهيك و بكبر له ايها شوية مثلا تكون 12 بهيدا الطريقة هلا click here بروح و بضيف عليها رابط المقال و بقول له apply فهلا بس يفتح الموقع رح يفتح بهيدا الطريقة هيدا هو المقال مع click here لحتى توصله على تفاصيل هيدا المقال شغلة اضافية بدنا نضيفها اذا رحنا هون على هيدا المقال هيدا المقال ليش نحنا بدنا نكتب له هيدا المقال لانه نحنا اول شي عم نعطيهم معلومات و ضمن هيدا المعلومات بدنا نحولا على الصفحة يلي بدن يشتروا منا اذا بتتذكروا هيدا الصفحة يلي نحنا حفظناها هون عبر هيدا الرابط هني بدن يوصلوا على الصفحة يلي بدن نشتروا المنتج منا فانا عند كل فقرة مثلا هون مثلا بقول له to get your custom keyto light plan click here شو عم بقول له انا اذا بدك اذا بدك الخطة للكيتو داييت الخاصة فيك تضغط هون بروح بعلمها بحطة بولت وبسطرها كمان وكبرها شوية اكتر من الباقيين اوكي وهلأ بروح بضيف الرابط يلي حكينا عنه هون اوكي هون رح ضيف الرابط يلي حكينا عنه اوكي نفس العملية برجع باخدها هي زيتا بحطها هون مثلا اكيد بلا هاي دي بضبطه انتا يكونوا مرتبين اوكي برجع مثلا بضيفة هون وبضيفة باخر المقال بهيدا الطريقة هو عم يقرا المقال انا حتطلو كذا خيار حتى ينتقل على الصفحة يلي هي بده توصله انه يشتري هيدا المونتاج وبعمل لها بابليش لحتى تصير متوفرة اذا بروح على الصفحة الرئيسية صارت الصفحة الرئيسية تبعي بهيدا الشكل اي حدا بيدخل على الموقع رح يشوف المقالات انتو رح تكرروا العملية مش على مقال واثنين كل يومين او ثلاثة بتعملوا مقالين او ثلاثة بتكرروا نفس العملية اللي عملناها بتاخدوا العنوين الاساسية من تشات جي بي تي بتطلبوا مني يكتب لكم مقالة وبقلب هيدا المقالة بتحطوا رابط المنتاج تبعكم لحتى العالم توصل على هيدا المنتاج هلأ رح نشوف باي طريقة نحنا رح نسوي هيدا الموقع مع المقالات لحتى نوصل العالم باكتر من طريقة لانه يشتروا هيدا المنتاج اول موقع للتسويق هو رح يكون بي انترست بي انترست غني عن التعريف والحلو بهيدا الموقع انه نسبة ثلاثة وخمسين بالمئة من الزوار هني من الولايات المتحدة الامريكية يعني اكبر سوق محتمل نجيب منه مبيعات يعني عنده حساب قادر يستعمله ويلي ما عنده حساب اكيد بيفتح حساب جديد وعلى هيدا الحساب بدنا ننزل شي اسمه يلي هو مثل على فيسبوك او استغرام بيسميه بوست هون بيسموه ببين بس الحلو بهيدا الموقع انه بيبين للعالم حسب اهتماماتهم مش اذا هني كونكتد معنا او لا اهيك كتير مهم الخطوات يلي بديلكون اياها حتى ترفعوا بين بطريقة ناجحة اول شي بدنا نرجع على الشات جي بي تي وبدنا نقل له يعملنا بين من السفر فبروحنا هون على الاي اي بي ار ام وبقل له بي انترست بين رح قل له بي انترست بين دسكريبشن هون اكتب له كيتو دايت كما انا شايفين خلصلي الديسكريبشن مع الهاشتاج كل الامور يصارت تمين بيبقالي الصورة يلي انا بدي اضيفها على هايدي البي انترست برجع على اه كانفا وبيقول له هون بين ترست بين حتى يعطيني المقاصات يلي انا بدي اياها اكي اعطاني المقاص هلا بروح الهون وبطلع صورة انا على هيدا المقاص يلي اعطيني اياه كانفا هون بقل له مثلا كيتو دايت لاد اوكي مثلا هايدي صورة من الصور اوكي بكل بساطة حملتها صرت جاهز اني ارفع البين تبعي فبروح بقل له كريت نيون طلعت الصورة رح تجي مقاصة مية بالمية على الاد هلأ بدي اضيف التايتل والديسكريبشن يلي جبناهن من اتشات جي بي تي اوكي فين يحط اول وحدة يلي هي العنوان وبرجع باخدهم مثل مهنة وبحطهم بالديسكريبشن فرح رح اخذ التاكس مثل مهنة ورح ضيفهم على التاكس بيبقى لنا اللينك شو هو اللينك؟ هو بكل بساطة عبارة عن الموقع تبعنا اذا بنرجع على الموقع هادي هي الشاشة الرئيسية الرابط طبع الموقع بيطلع هون باخده كوبي وبرح بعمل له اختصار على احد مواقع الاختصار الروابط انا بستعمل بتلي اوكي بروح بقل له كريت نيو لينك وبضيف اللينك هون بقل له كريت صار عندي الرابط بروح بقل له كوبي وبطلع عندي فهيدي الصورة صارت جاهزة العنوان الوصف صار جاهز زدت الرابط زدت الهاشتاج بروح بعمل له ببابلش بهيدي الطريقة بنعمل بانترست بن وانا بنصحكم انه تنزلوا مباني ثلاثة لخمسة بن كل يوم حتى تكبر فرصكم بالمبيع الفكرة التانية لتسويق المنتج هي من خلال تطبيق التيك توك يلي فينا عبره نعمل فيديوهات تحكي عن المنتج تبعنا او حتى لو ما بتحكي عن المنتج فيها تكون بس مثل فيديوهات تحفيزية ومنخلي رابط للموقع بي البايو وفيها قادرين نوصل لعدد كتير كبير من الاشخاص نظرا لانتشار هيدا التطبيق بكل انحاء العالم وبنفس الطريقة تبع بانترست لو ما عنا متابعين قادر الفيديو تبعنا يوصل للعالم المهتمة بالمحتوى بالنسبة لطريقة عمل فيديوهات انا باعتمد على بيكتوري دوت اي اي كلنا منعرفوا لموقع بيكتوري دوت اي اي الغاني عن التعريف بروح بعطيه سكريبت هيدا سكريبت بروح بحول ليه لفيديو برجع على خطوة الوارا على تشات جي بي تي وهون بقل له لتشات جي بي تي على هون بقل له تيك توك سكريبت رح يطلع لي اليوتيوب استا و تيك توك فيديوهات اوكي هون بقل له مثلا كيتوب دايت كما يجهز السكريبت بلش انا اخذ منه هادي المعاطع وروح على بيكتوري اي 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 لحتى ضيف هيدا السكريبت بلش ضيفهم واحدة ورد تانية اكيد بقصموا كل سطر بكون هو عبارة عن مشهد وبطولهم كتير لحتى ما يتخطى الدقيقة اوكي هيك بيكون مثلا صار عندي هيدا السكريبت بروح بقل له بنقيله التسعة ستعاش اللي هو السائز تبع الشورت او التيك توك فيديو لانه رح يكون بالمبدأ على الهواتف رح يخلص البيكتوري كل هيدا المشاهد بتأكد من المشاهد تأكد من الكلام مع الموسيقى بروح بعمله داوندود لهيدا الفيديو وبطلعه على تيك توك اذا شفته هون كل هيدا المشاهد تبع الفيديو نحنا قدرين مثل ما هو نطلعه منشيل عليها العلامة المائية مثل ما حكينا بالفيديوهات السابقة ومنطلع هيدا الفيديو على تيك توك هيدا طريقة تانية كمان نحنا قدرين فيها نوصل لكتير عالم محتملة انه تشتري المنتج مننا الطريقة الاخيرة لتسويق المنتج هي من خلال موقع كورا دوت كوم يلي شايفينه قدامكن قدرين من خلاله تدوروا على العالم مهتم بالمنتج تبعكن وبيكون باغلب الاحيان عندن اسئلة بخصوص هيدا المنتج بتروحوا هون على سيرش كورا مثلا اذا نحنا عم نحكي عن كيتو دايت بتصيروا بتدوروا على العالم هيدا واحد سائل شو هي الجود كيتو ميل بلانت غيرها من هذه الاسئلة بتاخدوا كل سؤال من هذه الاسئلة وبتروحوا بتحطوه على تشات جي بي تي تروحوا بتاخدوا مثلا هيدا هيدا السؤال هيدا زالني عم يسأل وات از كيتو ميل بروح بنسخوا وبسأل تشات جي بي تي عنه رح يعطيني الجواب تشات جي بي تي رح اشوف كيف بدنا نضيف الروابط طبعنا ضمن هيدا الجواب بتروح بتشوفوا كل الاسئلة اللي متعلقة بهيدا المنتج وبتحطوه على تشات جي بي تي بي بيعطيكون الجواب ومنضيف بين الاجوبي روابط المنتج تبعنا بلش يكتب لي تشات جي بي تي الجواب مثلا باخد هيدا اول مقطع وبرجع على موقع كورا بقال له انسر لحتى تجاوب على هيدا الاستوال وبحطوه هون مثلا بعد هيدا المقطع بقال له مثلا to get your custom keto diet plan click here نفس الشي اللي كتبناها قبل بنرجع بنكتبه هون بروح بعلمها وبحطوه هيك بطريقة تكون بولد مبيني اكدر الشغل الثاني بروح على رابط المنتج تبعي بنسخوه من هون وبروح بضيفه هون بالرابط وبقال له add بهذه الطريقة اذا شفته هيدا صار فيه يضغط عليها كفي الجواب اكيد الجواب ما خلص فعنده مثلا day two كمان برجع باخد هيدا متل ما هي وبضيفها هون اوكي هيك بكفي لحتى يخلص الجواب وبعمل له post بهذه الطريقة انا اول شي بكون جوابت على سؤاله وبكون وجهته بطريقة مباشرة على المنتج اللي انا عم سوئله لما يدخل ويشتري انا رح حقق هذه العمولية اللي اتفقنا عليها بهذه الطريقة انتو بتكون وبلشتو بزن صغير لالكن من دون اي رسميل وبنفس الوقت ما بيخد من وعدكن ولكن بده مسابرة يعني مش من اول يوم او اثبوع رح تصل لنتيجة ورح تعملوا اول مبيع ولكن المواصلة بهيد الخطوات يلي شرحت لكم اياها اكيد رح تعملكون نتيجة وانا متل ما قدتلكون بلشت بهيدا المشروع واول ما وصل لنتيجة رح خبركن وشارككن بكل المعلومات بتمنى اكون اعطيتكن اضافة بموضوع التسويق بالعمولة ويكون حافز ذائلكن حتى تبلشوا تطلعوا مصارية من الانترنت ومتل العادي اي حدا عنده استفسار او عايز مساعدة فيه ترك ليها بالكومنت وانا اكيد رح رد عليه وما تنسوا تشتركوا بالقناة اذا بعد ما اشتركتوا واذا عجبكم الفيديو بتمنى تعانوا لايك وبشوفكم بالفيديو الجيه موسيقى موسيقى